السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم الاستجابة المناعية النوعية تجربة كلاسيكية نجدها في عدد من امتحانات الجهوية إذن الجربة الأولى بداية الجربة نأخذه في أرنب شاهد وهو الأرنب A بعد 15 يوم نحقنه بسمين الكزاز نتيجة ذلك بوت الأرنب A بالنسبة للجربة الثانية الأرنب B نحقمه بحقنه بدفال كزاز دفال كزاز هو عبارة عن سمين وهين أي فاقد قدرته الممرضة بعد 15 يوم نحقنه بسمين الكزاز نتيجة ذلك بقاء الأرنب B على قيد الحياة الجربة الثالثة الأرنب C نقومه بحقنه بدفال كزاز كذلك مثل ما فعلناه بالنسبة للأرنب B لكن بعد 15 يوم نقومه بحقنه بسمين الدفتيرية نتيجة ذلك على الأرنب C بوت الأرنب C الأسئلة المصاحبة لهذه التجارب في الغالب بطابة حال أن نعطي تفسيرا لموت الأرنب A في الجربة الأولى بطابة حال جوابنا سيكون على شكل تاري فإذا الأرنب A لم تكن له مناعة ضد سمين الكزاز مما أدى إلى موته عندما قمنا بحقنه بسمين الكزاز فعلا الأرنب ليست له مناعة ضد سمين الكزاز بالنسبة للأجربة الثانية تفسيرنا سيكون على الشكل تالي إذاً عندما قمنا بحقنه الأرنب B بدفال كزاز أي السمين الوهي الذي أشرت له قبل لحظات hub الفاقد لقدرة الممرضة اكتسب الأرنب B مناعة ضد سمين الكزاز عندما نقول اكتسب مناعة هنا حقناه بدفان الكزاز دفع وحدة استجابة مناعية تتمتل التذكير فقط في إنتاج مضادة السام ضد سمين الكزاز إذن جسم الأرنب الآن يتوفر على مضادة السام ضد سمين الكزاز وبعبارة أخرى أنه اكتسب المناعة ضد سمين الكزاز خلال أول اتصال له بمولد المضاد أي في بداية تجربة عندما قمنا بحقناه بدفان الكزاز فعلا تفسيرنا لذلك بقى الأرنب بقى علاقة للحياة لأنه اكتسب مناعة ضد الكزاز خلال أول اتصال له بمولد المضاد بطبع الحال وهو في هذه الحالة كما شرت دفان الكزاز بالنسبة لجربة الثالثة المطلوب كذلك تفسير لماذا وكيف نفسر موت الأرنب سي فعلا بالنسبة للأرنب سي اكتسب مناعة كما بينا ذلك في جربة ثانية ضد سمين الكزاز لأنه حقناه في بداية جربة بدفان الكزاز لكن هذه المناعة كانت ضد سمين الكزاز وليس ضد سمين الدفتيريا بعبارة أخرى أن جسم الأرنب السي يتوفر على مضادات السم ضد سمين الكزاز وليس ضد سمين الدفتيريا وبالتالي بطبع الحال سي تفسير سيكون على الشكل التالي أن المناعة التي اكتسبها الأرنب السي كانت ضد سمين الكزاز وليس ضد سمين الدفتيريا يمكن أن نجد كذلك بطبع الحال سؤال يطلب مننا أن نستخرج بطبع الحال خاصية التي تم خاصية الاستجابة المناعية التي تم الكشف عنها اعتماداً على الجريبة الأولى والجريبة الثانية إذن فعلاً بالنسبة للجريبة الأولى الأرنب A لم تكن له مناعة ضد سمي الكزاز الأرنب B اكتسب مناعة ضد سمي الكزاز خلال أول اتصال له بمولد المضاد إذن فعلاً خاصية الاستجابة المناعية التي تم الكشف عنها اعتماداً على الجريبة الأولى والجريبة الثانية فعلاً أنها استجابة مناعية مكتسبة يكتسبها الجسم إترا أو خلال أول اتصال له بمولد المضاد فيما يخص جريبة ثانية وجريبة ثالثة ما هي الخاصية التي تم الكشف عنها عندما نعتمد على جريبة ثانية وجريبة ثالثة يتبين أن المناعة التي اكتسبها الأرنب كانت ضد سمين الكزاس وليس ضد سمين الدفتيرية وبالتالي بطبع حال خاصية التي تم الكشف عنها سنقول بطبع حال أنها استجابة مناعية نوعية أي موجهة ضد نوع محدد من مولد المضاد شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله